اشتركوا في القناة والمخفية داخل اعدادات هذا التطبيق سنشرح لكم بعض هذه الميزات وأرجو منكم وضع لايك للفيديو والاشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أول بأول نبدأ بالميزة الأولى وهي لإلغاء وضع أنك ناشط على الواتساب أول شيء نفتح الواتساب ثم على هذه الثلاث نقاط ثم على إعدادات برامات ثم على هذا الخيار نضغطه هنا هذا هو الخيار الأول نضغطه على هذا الخيار هذا هو كما قلت الوضع الناشط بأنك ناشط على الواتساب نضع هذا الخيار الأخير لا أحد يعلم بأنك ناشط على الواتساب وكذلك نضع هذا الخيار هذه الميزة الأولى نذهب إلى الميزة الثانية في نفس الخيار نرجع إلى الوارع ثم ننزل إلى الأسفل هذا الخيار وضع البصمة نقوم بالضغط ثم نفعل هذا الخيار وضع البصمة نقوم بوضع 70 هكذا البصمة ثم نحدد المدة من خلال هذه الثلاث خيارات الآن نذهب إلى الميزة الثالثة وهي confirmation de lecture وهذه الميزة هي عندما تقرأ رسائل لا تظهر هذه العلامات تعلمون أنك عندما تقرأ رسالة تأتي علامتين صغيرتين على الرسالة بأنك قرأتها بإلغاء هذا التفعيل هنا لا تظهر هذه العلامات الاثنين تبقى فقط واحدة كأنك لم تقرأ الرسائل في نظر أصدقائك إذن نلغي هذا الخيار وفي الميزة الرابعة هي عندما تريد بعد صورة لصديق ما وتريده وتريد لهذه الصورة أن تختفي بعد أن يراها صديقك أو لا تريد لهذه الصورة ولا يستطيع رأيتها مجددا ولا يستطيع أخذ نسخة منها بأي طريقة على سبيل المثال نذهب إلى غالري ثم نختار هذه الصورة ثم نشاركها على الواتساب هكذا نضغط على الواتساب ثم نبعتها هنا هكذا ثم نضغط هنا على هذا السهم ثم إذا لحظتم هنا يأتيكم رقم واحد نضغط عليه هكذا يراها مرة واحدة ولا تظهر بعد ذلك ولا يستطيع أخذ نسخة منها نضغط على أوكي ثم نضغط على السهم لإرسالها هكذا هكذا شرحنا بعض من الميزات الرائعة في تطبيق الواتساب أرجوني يفيدكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد ومشاركة الفيديو لتعمل فائدة على الجميع أراكم في فيديو قادم بحول الله إلى ذلك الحين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة شكرا